السلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر فيديو الفقارات النموذجية لشعبة أدب وفلسف ولغات أجنبية إذاً نبدأ ب الأولى هي وحدة الحضارات سنبدأ لكم فقارات نموذجية لمنهم تدو أفكار تعودوا تكتبوهم بطريقتكم الخاصة كما تقدروا تدوهم كما راهم مكتوبين تدو منهم طريقة تستعملوهم كنموذج كمثال لكي تكتبوا فقاراتكم أو تحفظوهم كما راهم حفظ تام وتكتبوهم كما راهم إن شاء الله هذه الفقارات الأربع علي خيرتهم هم الفقارات أكثر ترشحاً في 2022 حبيقوا من المرشحين قابزة في 2022 لذلك الحفظ التاحهم والأخذ الأفكار التاحهم مهم جداً بالنسبة لهذه الشعبة بسم الله الرحمن الرحيم باراغراف نمبر 1 طوبيك 2 كمبارد مع نموذجاتنا حياتنا تتغير في مختلف طريقات السؤال هنا ويقول بالمقارنة مع نمط حياة الأجداد التاعنا حياتنا تبدلت بعدد طرق أكتب مقالة تتكون 120-150 كلمة تذكر فيها أهاء الاختلافات المهمة لكي نبي نمط الحياتين حبي يقول الحياتين وشان يقصدوا بهم هنا هم الحياتة الأجداد التاعنا لهم أنسسترز والحيات التاعنا حالياً كما قلت لكم باللي هنا يعطوكم الإشكالية المشكلة اللي كان The problem وبعد هنا يعطيك المطلوب في الجملة الدوزية ما هيعطي لك المطلوب منك وش تكتب بالنسبة للطوبيك 2 هذا السؤال نفسه هذا السؤال ولكن بسياعة أخرى Modern civilization has kept changing at a fast pace الحضارة المعاصرة راه تتبدل بوثيرة عالية Write a short talk of about 80-100 words about this topic وش حبي يقول اكتب خطاب قصير يتكون من 800 كلمة على الموضوع حبي يقول هنا نفس الموضوع هو أنك تهدر على كيفاش يتتبدل الحياة التاعنا بالوتيرة والسرعة الكبيرة في الوقت الحالي هنا كما رأيكم تشوفوا المقالة التاعنا فيها عنوان هاهو The Title وعدنا Introduction وعدنا Body وعدنا Conclusion هما المقدمة العرض والخاتمة كما رأيكم تشوف بين The Introduction و The Body كاين فراغ تشوف وبين The Body و The Conclusion كاين فراغ تحبي يقول تخليه في السطر قلنا بالليل المظهر الخارجي يجب أن يبين وراه المقدمة وراه العرض وراه الخاتمة هذا الشيء نعرفه بالفراغات كما نعرفه أيضا بالروابط First of all Second Last but not least هما علامات على الأفكار الأساسية لكينا في العرض أما كلمة Inconclusion هي دليل لأن هذه الخاتمة يبدأت هنا أما ببناء من البريد وراه الخاتمة وراه الخاتمة وراها العرض وراه المقدمة آتها للفراغات العمودية كما عدنا الروابط لهم بالأحمر كل الكلمات بالأحمر كلمة مهمة this bomb copied بعد عندنا الفراغات الأفقية كما كنت شفوه كان خمسة وحدة تعالى المقدمة وثلاثة تعالى الأفكار ووحدة تعالى الخاتمة هذه الأمور لازم يكون انا شفناهم في الفيديوهات السابقة لازم يكونوا كي تكتب المقالة التاعك نبدأ ونشرحوا على بركة الله المقالة ونشوفوا أفكارها وندعوا أفكارها ونشوفوا الطريقة اللي كتبت بها المقالة هادية Ladies and gentlemen let me make this clear واش حاب يقول سيدتي سيدتي خليني نشرح لكم هاد ال E-D خليني نفهمكم هاد الشي هادي نستعملوها فقط كيكون عندك خيطاب وشوف هنا وش مكتوب Talk Talk كي قال لك هنا Talk ثم هاد خيطاب لازم تبدأها قدار بس حكول كي قال لك هنا Composition هنا يموش خيطاب ثم أولا جاوبنا على السؤال الأول ما راح نستعملوا الهضراء هادية بالأحمر إذا جاوبنا على السؤال الثاني هذا اللي كتشوفوا فيه راح نستعملوا هادية هادي نستعملوها فقط كيكون عندنا خيطاب كيفاش نعطلو خيطاب بلونجلي نعطلو Talk ولا نعطلو Speech Our life has changed a lot in comparison to the life of our ancestors in many fields وش حاب يقول حيات أنها تبدلت بالمقارنة مع حيات الأجداد تانا في عدة مجالات قلنا المقدمة يجب أن تحتوي على الفكرة العامة للنص الفكرة العامة للمقالة تاك The general idea of the text نعطلوها بلونجلي The thesis statement وش معنتها The thesis statement معنتها الفكرة العامة التي تحدث عليها النص هدايا اللي تجي دائما في المقدمة إذا هنا هدا هو الفكرة العامة تاك كنت تقول باللي حياتنا تبدلت بالمقارنة مع حيات الأجداد تانا في عدة مجالات ألبسة تقليدية لها علاقة بثقافتهم هادينا نهضروها هنان ننقوم هنا نهضروها على بكري كتشوف الجملة هادية أي تعذرها على بكري مئة سنان للور بكري كان يلبسون ألبسة تقليدية مثلا البرنوس الحايك إلى آخره الألبسة لعلها علاقة بالألبسة التقليدية الجزائرية مثلا However لكن كتشوف الرابط هذا يعبر على الاختلاف لأنه هنا يا بكري ونحن نكوم باريها مع دوكا كي يناختلاف بين هذين الفكرتين كي تكون تعبر على اختلاف بين الفكرتين لازم دير رابط على ذاك الرابط وعبر عن الاختلاف. هوافر حبي يقول هنا تجيب فكرة مختلفة. لازم تستعمل رابط مثل هدايا كي تجي تقارن بين شيئين وتحب تبين باللي مختلفين. هوافر، اليوم معظم الأشخاص يلبسوا ألبسة غربية مثل الجين والشورت والتريكوات. هوافر يقول هنا تي شيرت وماتريكوات. تشوف كيف استبدلت بكري يلبسوا ألبسة تقليدية مثل البرنوس والحايا كلا اخرها. لكن اليوم يلبسوا ألبسة غربية فأشنة على الغرب. تسمى ولوغا يقتدوا بالغرب ويلبسوا لي جين والشورت والتي شيرت. سكين ولو اللور ما كانش في وقت الأجداد تعنا بكري ما كانش يلبسوا لي جين والشورت والى اخرى هاد الأمور. هنا هذه المقارنة يعني الفكرة الأولى يتتحدث عن الألبسة. تسمى قارنة بين بكري ودوكا في مجال الألبسة. نروح للفكرة الثانية اللي حنقارنه بين بكري ودوكا في مجال التواصل وسائل التواصل. سكين للمدة قرون الإنسان كان لازم عليه يروح أم بيرسون ولا يستعمل طوير بشي بعته رسالة. ويراز هي وسيلة تانية ورابط يعبر عن الاختلاف بين الفكرتين نستعمله كنكمباريه بين جملة وجملة وبين فكرة وفكرة. هو المراد يفتحه هويفر. يشبه له في المعنى. معتها بينما. وش حبي يقول؟ في أيامنا هذه الأمر يأخذ دقيقة ثانية واحدة لإرسال رسالة لشخص الذي بعيد آلاف من الكيلومترات عنا. حبي يقول لي بيد علينا آلاف الكيلومترات. تشوف بكري كان يبعد رسالة يرح هو أم بيرسون يديها. ولا يبعد شخص يبعد رسول. وش معنتها رسول؟ شخص يدي رسالة لشخص آخر. أما في أيامنا هذه الأمر يأخذ منك ثانية واحدة لإرسال رسالة. أما سمى الأمر سريع جدا وسهل جدا. هنا نقارننا بين وسائل التواصل. الفكرة الثالثة وش حنقارنوا هنا في الفكرة الثالثة؟ راح نقارنوا بين الصحة. نقارنوا الصحة بكري والصحة دوكا والولادات كيفش كان كينا. أخيرا وليس آخيرا. أمهات تسعى عدة أطفال من جميع أطفال لأنه بالنصفهم كان يجب عليها تولد. تولد من جميع أطفال من جميع أطفال لأنها بالنصفهم كان يموت. في مدة قصيرة بعد الولادة تسمى الأم هاتبكري كان يجبوا بزاف دراري وعليش لازم يجبوا بزاف دراري مساكن كان يعانيه وليزم يجبوا بزاف دراري انهم لابلوبر يموتوا يموتوا لهم بزاف دراري صغير بالأمراض خاش مكاش كايين الحق مكاش كايين تشكات ومكاش كايين التطور في الطيب هاد الامر كان يخلي الرضا على البيبيت يموتوا بزاف بات لكنك تشوف كما هويفر وكما ويراس لكن نحن نعبره على فكرة مختلفة لكن هاته الأيام هم أصبحوا بكم أصبحوا أكثر تحملاً بفضل تطور الطيب هاب يقولوا أكثر تحمل شكون هم البيبيات هاب يقول تبدلت نمط الحياة ما لازمش يجبوا بزاف دراري لا يجبوا غير شوية يكفوا لأنه معظم هم ينجوا ويعيشوا يعني بإذن الله إن كنكلوجين هنا نبدو في الختام ندير الخاتمة هذه الخاتمة لازم تكون شابة وتخلين طيبة الحسن للمصحح إن كنكلوجين نحن يمكننا القول أن الحياة راه تتبدل بسرعة بوتيرة عالية لدرجة أنه إذا سجين ما كنت قاعد في الحبس لمدة عشرين سنة سوف يحس أنه غريب عند الخروج وش حاب يقول وكون زعمدوك إنسان يدخل في الألفين يدخل للحبس وفي ألفين وعشرين يخرج من الحبس راح يلقى تغير كبير جدا وراح يحس روحه براني في وسط المجتمع لأن المجتمع تبدل على جميع المستويات أتخيل أنه في الألفين كانت كاين تليفون حطبة قليل عنده تليفون حطبة تدخل في ألفين وعشرين تليفون ديجي طال كآبل فيديو، آبل فوكال الدنيا قاعد بدلت تلقى الفيسبوك، الإنستغرام، تلقى سنابشات تلقى الدنيا قاعد بدلت، تطورت هذا الأمر راح يخليك تحس بلي أنت سبحان الله تقول وش سراء، تحير شكرا لحس المتابعة والإصغاء هذين يستعملوا هكي يكون عدنا خطاب سمونا، قالوا لك تولك أو سبيتش، هل تستعملها إذا قالوا لك مقالة، لا تستعملها فيما يخص أنواع المقالة والأنواع الفقرات، أنا دائر فيديو مقبل ليس بسموه أنواع الفقرات هناك نوعين، هناك سبيتش، وهناك مقال وهناك مقال وهناك أنواع أخرى يتحدث عنها في الفيديوهات السابقة إذن كان هذا الفيديو يتحدث عن الفقرة الأولى المرشحة بالنسبة لشعبة أدب وفلسفة ولغات أجنبية في وحدة Ancient Civilizations إذن، سوف نراكم في الفيديو القادم على الفقرة الثانية إن شاء الله، شكرا شكرا